اشتركوا في القناة استبعاد القوانين ان احنا نحسبها بنفسنا خلاص؟ فدي هتتأجل دلوقتي لحد ما نشوفها في المسائل هنضطر احنا ايه؟ نحسبها لوحدنا تاني حاجة يا جماعة هي المباشرة خلاص؟ في حاجتين لازم تعرفهم اولا الترتيب هل هو موجود او فارق معك ولا مش فارق معك الترتيب ثانيا التكرار صل على نفسه اللي هيحصل ان هو هيجي يقول لك انا عايز اوزع عايز ايه؟ اوزع N على R عشان تبقى عارف لو انت حمار لدرجة انك مش عارف مين اللي بيتوزع على مين يعني هل ال N اللي بتتوزع على الر ولا الر اللي بتتوزع على ال N اعرف ان دايما ال N greater than أو equal R اوكي؟ طعم انت هتبقى عايز توزع عدد معين من الحاجات ولا تكون حبيسة الحاجات دي هي ايه؟ اي حاجة؟ يجي با يقول لك طالب هيختار بص بص الحتة ليه يختار ثلاث اسئلة من اصل عشر اسئلة خلي بالك لما انت تختار ثلاثة من عشرة يبقى انت بتوزع عشرة على ثلاثة فاهم حاجة؟ ايا كان بقى الرمزة وال ال ekspiration اللي انت هتقوله التعبير اللي انت هتقوله انت هتختار R من N او هتوزع N على R تمام؟ ماشي لازم بقى تعرف هل الترتيب موجود ولا لأ وهل التكرار موجود ولا لأ هتعرف ده منين هو مش هيجي يقولك بشكل صريح خلي بالك فيه ترتيب خلي بالك فيه تكرار انت اللي هتفهم ده يعني انا ماجه يقولك اختار 3 اسئلة من 5 خلاص هل كده ينفع تقرر ما لو ينفع قرر يبقى انا كده هختار سؤال واحد هحله 3 مرات لا يبقى كده مفيش تكرار طب هل الترتيب فارق الاجابة برضو لا ليه طبعا انا اختار 3 اسئلة هاتف لو اخترت السؤال الاول بعدين اخترت السؤال التاني من لو انا اخترت التاني الاول بعدين اخترت الاول لا يبقى انا مفيش ترتيب مفيش تكرار معاي اربع قوانين هبص على القانون رقم كام اهو اربعة ما فيش ربلاسمنت ما فيش ما احنا اقولنا ما فيش ايه ما فيش تكرار ولا في ايه ترتيب يبقى هقول NCR يعني مثلا معاي عشر اسئلة خمس اسئلة اختار منهم ثلاثة تبقى 5C3 وهنشوف دولوقتي في المسائل هنفهم اكتر معظم المسائل اللي بتيجي مكتوبة يا جماعة بتبقى النوع الرابع القانون الرابع اللي هي NCR ده لما ما يكونش فيه ترتيب وما يكونش فيه تكرار خلاص وهكذا اخر فئة عايز اتكلم عنها بقى صديقي ايه ايه الـ الـ اللي بتحصل ما بين عدد حاجات وعدد حاجات بص يا سيدي عندي حاجات هتحصل مثلا 5C3 وحاجات تانية هتحصل مثلا 10C4 اي حاجة ده عدد احتمالات حاجات معينة وده عدد حاجات تانية لو انا عايز العدد الكلي عندك احتمالين يئمة هتجمعهم يئمة هتضربهم في بعض هتحسب الرقم ده multiply الرقم ده او الرقم ده plus الرقم ده امت بقى اعمل ما بين الحاجتين plus وامت اعمل multiply قالك ان plus علاقة or يعني اسأل نفسك سؤال هل الحدث الاولاني هيحصل والتاني هيحصل معاه ولا يا ده يا ده واحد منهم بس اللي هيحصل لو واحد هيحصل ده او ده هيبقى plus طب لو لتنين هيحصلوا مع بعض هيبقى multiply خلاص يا جماعة هعرف منين برضو انت اللي هتفهم هو مش هيجي يقولك حاجة بشكل مباشر خلاص احنا كده فهمنا كل حاجة تقريبا تعال بقى نشوف المسائل عشان الموضوع مختلف في المسائل مسألة عادية هي بيقولك the number of ways عدد الطرق عشان اختار two different لحظة 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 different انت مخدتش بلك two different different letters لحظة بقى طبعا انت هتختار اتنين مختلفين هو هنا بيقولك مفيش تكرار خلاص يبقى كده ايه مفيش تكرار ليه مفيش تكرار يا ابن تعفنو حمر يا ابني ما قال لتنين مختلفين ما لو ينفع كرر يبقى اختار نفس الحرف وممكن اختاره مرتين هنا التكرار لا تعالى بقى نكمل قال لك ايبقى together or three يعني اما اختار حرفين مختلفين يعني اما اختار ثلاثة مختلفين من ده صلى بينا عن نبي حضرتك اللي قدامك دول خمس ارقام خمس حروف خلاص عشان اختار من الخمس حروف حرفين هم خمسة يبقى n بخمسة هختار حرفين يبقى arp camp بtwo اسأل في تكرار لا طب الترتيب هيفرق لا وانا لو اخترت ايه وبعدين اخترت b ولا لو اخترت b وبعدين اخترت a تفرق معايب حاجة لا خالص فيبقى كده ايه five c two القانونة جماعة لو ما فيش تكرار وما فيش ترتيب تبقى ncr اوكي طيب هو قال لك ايبقى عايز اختار حرفين مختلفين او ثلاثة مختلفين او يبقى plus ثلاثة يبقى five c three بص كده اتعنقرها ركز معاي five c two d يعني انت اخترت اتنين من اصل الخمسة وهو قال لك ان عايز اختار اتنين او شوف 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 قريت البلاس او five c three يعني اخترت تلاتة من اصل خمسة يا ده يا ده لو كان قال لك عايز اختار اتنين وخمسة كنت تتعمل ده ملتبلاي ده يولا نشوف دي هامو ميني ويسكي انا seven بص ياسي بيقول لك عايز اختار سبع اعضاء هتختار كامب total هتختار سبعة من اصل تسع بنات وخمس ولاد بس سألك ايبقى if the team has only وخلا بقىك من كلمة only قولي يعني تلاتة only three يعني تلاتة بس لاكتر ولا اقل ساعة تيجي يقول لك ايبقى minimum او maximum خلاص المهم هو عايز ثلات ولاد ايه ده انت هتعمل team من سبعة وفيه ثلات ولاد طب ما اي حمر هيعرف ان فيه كان بنت كده اربع بنات الموضوع انته بص كده كابتين انت قلت عايز كان بنت ان ثلات ولاد من اصل يبقى بقى اربع بنات يبقى انا عايز اربع بنات وانت معاك كم بنت كلهم تسعة يبقى ناين هاختار منهم اربع يبقى ناين سي فور لحظة طب والولاد هما كلهم خمس ولاد هتاخد منهم كم ولد هو قال لك قل لي سري ما احنا قلنا ثلاثة السؤال بقى اعمل بينهم multiply ولا بينهم plus ما هو والله على حسب هو انا اختار يا اما اربع ولاد اه سوري اربع بنات من التسعة يا اما يعني او خمسة ثلاثة من الخمسة ولا هاختار اربع بنات والتلاث ولاد لا انا هاختار اربع بنات والتلاث ولاد يبقى هامل multiply ليه لانتين هيحصلوا مع بعض هو قال لك انا عايز ده وده خلاص هتلاقيها ما عرفش الاجابة فين تقريبا هي دي ايه ده ايه ده لا سوري مش دي انا معا دي خلاص المهم ليه بقى عملتها سي اه عشان انا انا عموما يعني عندي الخبرة فان لما يكون عدد معاين بختار منه حاجة بابعارف ان هي سيعة على طول ليه هنا مفيش ترتيب مش هافر معا لو اخترت البنت دي بعدين البنت دي او لو بدلتهم وما فيش تقرار مش هان فاختار نفس البنت اربع مرات واقول ان دول اربع اعضاء هو انا عبيت ولايه يا جماعة دي اخر مسألة سهلة بعدين هحللكوا اتنين صعبين وخلاص والموضوع ما فيوش حاجة يعني وممكن ابيقول لك حاجة كده في الاخر ويستيقول لك في طالب مفروض يختار عشر اسئلة من اصل 13 سؤال عارف ركز معا ما تكملش قرية ركز معا لو هو كان خلص كلامه خلاص كده عايز يختار عشر اسئلة كم عشرة من اصل 13 يبقى 13 C 10 والموضوع انتهى تختار عشرة من 13 فيش تكرار طبعا مفيش ترتيب مش فارق معا خلاص انما بص بابا ما مكملش كلامه رح قال لك ايه بقى في حالة انه هيجاوب اربع اسئلة على الاقل على الاقل دي استنى 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 واقف بقى هنا شوي في ايه اتليست معناها انه هو يختار على الاقل اربعة واحد يقول لك يا مصر الترجمها لي تان ما عارف انها تليست يعني على الاقل بس انت انت مش فهم حاجة انا مش عايز اربعة انا بقول لك عايز على الاقل اربعة ايه بقى هم عارف اول خمس اسئلة لازم تاخد منهم على الاقل اربعة واحد يقول لي هين فا اخد خمسة ما هم اصلا خمسة هين فا اخد الخمسة كلهم اه شو قال لك على الاقل اربعة يبقى خد يا اربعة يا اكتر براحتك اهم حاجة ما تقلش عن كده انه ما هيقول لك انا معايا عالاقل خمسين الف جنيه على الاقل خمسين الف جنيه يبقى انا عمري ما هيبقى معايا يقل من خمسين الف لو معايا اكتر فأ LISA لا ما فيش مشكلة خلاص فهو بقول لك على الاقل اربع اسئلة من اول خمسة يبقى ya اربعة ya خمسة ya ستة ya سبعة ya تمانية بس في حاجة هما كلهم خمسة عارف لو هو تقل لك على الاقل اربعة من أول عشر أسئلة كنت هتاخد يا أربعة يا خمسة يا ستة يا سبعة يا تمانية يا تسعة يا عشر المهم في بقى كم طريقة بص بقى معنى أنه هو قال لك من أول خمس أسئلة اختر أربعة يبقى هو كده قسم لتو كاتجري الكاتجري الأولاني اللي هو أول خمس أسئلة لازم أخد منهم على الأقل أربعة بص كلمة على الأقل الأربعة دي يعني يا إيه يا ربعة يا إيه يا خمسة هما هما خمسة أصر يأخد أربعة يا خمسة الكاتجري التانية بقى اللي هما فضل كم سؤال كده فضل تمن أسئلة كابتن افهم الحتة ليه كويس قوي شفت انت المسألة اللي فاتت لما كان عايز يعمل تيم متكون من سبع سبع أعضاء سبع إيه أعضاء منهم أربعة بنات من أصل تسعة وتلاتة أولاد من أصل خمسة هي نفس الفكرة كأنها نفس كأنهم أولاد وبنات هنا يا جماعة يعتبر أول خمس أسئلة دول كأنهم خمس أولاد والتمانية التانيين كأنهم تمن بنات فهمت حاجة؟ أنا متقسم كل تالت لأنه أنا عايز من هنا حاجة ومن هنا حاجة بصوا بعمل حي التاري أنا يئمة هيخد من أول خمس أسئلة هيخد منهم أربعة و بص بص ما هيقول و رح تعمل من التطلق ومن التمانية التانيين هيخد كام هو فضل كام أنا عايز عشر أسئلة هو أقل لي حل عشرة فيأم هيخد أربعة من الأولانية يبقى هيخد ستا من التمانية التانيين صح كده أو بصوا بقى البلاس الكبيرة دي أو أو إيه بقى يعني ده الاحتمال أول أو هاخد من الخمسة الخمسة كلهم ما هو أقول لك على قال لي 5 أنا ممكن أخد الخمسة كلهم ومن الثمانية التانين هاخد كام بقى أنا عايز عشر أسئلة خدت خمسة من أول خمسة يبقى أخد من الثمانية التانين كام الخمسة التانين واحسب ده شوف هيطلع كده أرجو أنه أنتم بكونوا فاهمين اي حاجة جماعة. المسألة دي فيها فكرة. قال لك ده نمبر اوف ويز. لا استناني بقى كده. عشان في حاجة جريبة. قال لك انا عايز اوزع ثلاثة على كام? على اربعة. فعشان تبقى عارف حاجة جماعة. انت دي يعني. ظهريا المسألة ما فيهاش حاجة. قال لك اي بقى? اوزع ثلاثة على اربع سنة دي. تلت كور بس خلي بالك فيه كلمة بس مش عارف لفت تنظر حارك ولا لا. ها? قال لك اي بقى? قال لك سيميلر. عارف معنى انها سيميلر دي يعني ايه? مش عارف. بس سيميلر يعني تحس ان التكرار عادي. ليه? ما قصت وهم لتلاتة شبه بعض اصلي. طيب. والترتيب. تفتكر الترتيب هيفرق? يا ابن انت عبيد. بص كده. ترتيب. وتكرار. هنا يا جماعة انا هتطر رجع لحياة الام للقوانين الاساسية. لان فيه حاجات انا انا مش فاهمها. يعني هو يعني ايه اوزع تلات كور عراربع سناديق. ده عايز يعرف فيه كم طريقة ممكن اوزع بها الكور عرى السناديق. ما ان احنا فعليا ما بنعملش كده. احنا عنا وزع السناديق عالكور. فاهمك? فاهمني اصدق. لازم كابتن الان تكون اكبر من الار. فهو هنا تفتكر مين فيهم الان ومين فيهم الار. الفور دي هتبقى الان. والسريقة كده هي الايه? الار. انا بقى مش عارف استخدم انهي قانون من الاربع قوانين بتوعي. هتعرف لو عرفت. هل فيه تكرار ولا لا? وكمان هل فيه ترتيب ولا لا? اولا مافيش ترتيب. ليه? مش فارقة هم اصد الاربع سناديق زي بعض والتلات كور زي بعض. طب هل التكرار هيفرق معي? لا. مافيش ايه? مافيش تكرار. ايه اللي انا بقول لده يا جماعة? هل الترتيب هيفرق معي? التكرار سهولة هيفرق معي? هيعمل لي مشكلة? لا. يبقى فيه تكرار. يعني ايه فيه تكرار يا جماعة? بص. هل انا ينفع? كابتن. تخيل معي قدامك اربع سنديق. ها? اربع سنديق. ومعاك تلات كور. لما اجي اقول لك وزع التلات كور على الاربع سنديق براحتك. اي احتمال موجود حطه. مش ممكن واحد يا جماعة يجي لو حطت التلات كور في صندوق واحد. اه. يبقى انت كده عملت تكرار. خدت ايه? الكرة الاولى والكرة التانية والكرة التالتة وكررت الصندوق. فهمت حاجة? وهكذا. فالتكرار موجود لكن الترتيب مش موجود. فهتلاقي ان القانون يا جماعة اللي هو ان بلاس ار ماينس وان سي ار. هتستخدم القانون ده. هتطلع كام? سيكس سي سري. ايه بقى مش مش هيبفع معي قوانين. بص كده. بيقول لك عدد الطرق اللي كتركن. ها? اربع عربيات. سايد باي سايد. يعني لازمين في بعضنا معاغزة. في باركنج اريا عادية بس مش عادية سوري. اه الباركنج اريا دي بقى فيها كان مكان عشر اماكن. محطوطين ايه? ايه? الموضوع ده محيرنا. بصوا كده يا جماعة تعالوا نرسمها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. ايه مس سوركل اوي بس مش موضوعنا. انا عايز اريكن الاربع عربيات طبعا يا جماعة هنا مش هينفع فيها ايه قوانين. يعني ممكن واحد يقول لك يبقى انا كده بيوزع عشرة على اربعة تنسي فور. فيش حاسمها كده. انت في حاجات انت مش يخيب بالك منها. اولا انت عايز توزع العربيات سوري العشر اماكن مش محطوطين فروء من الصف. ده ايه? ده سيركل. ثانيا انت عايز الاربع عربيات لازقين في بعض. فانت مش بتوزع وخلاص. لو انت بتوزع وخلاص يبقى اي عربية ممكن تتحط في اي مكان من العشرة دول. وهنا طبعا هيبقى التكرار مش مسموح بيه. لان مش هينفع عربيتين في نفس المكان. ها? ها ها ها. تفاهم حاجة? انما هنا الموضوع ما ينفعش معا اي قوانين. لان فيه شروط انا مش هقدر اتحكم فيها. انا عايز الاربع اولا لازقين في بعض. ثانيا دي سيركل. واحنا من امتى بنتعامل مع السيركل. المهم. بص كده. عشان تتخيل معا الموقف. انا اقول لك حاجة. فكرة ان الاربع عربيات يبقوا لازقين في بعض. تعال كده نشوف احنا عندنا كام احتمال. يقيم ما اخد الاربع اماكن دول. اهم. اربع اماكن ايه? لازقين في بعض. بص كده. تعالنا اعملها بقالوان مختلفة او مش عارف يعني. يا اما اخد الاربع دول. ادي واحد. يا اما اخد الاربع دول. ادي اتنين. يا اما الاربع دول. ادي تلاتة. يا اما دول. يا اما دول. بص بص خلي بالك كل مرة باخد اللي بعده وزيد واحد. يا اما دول. يا اما دول. يا اما دول. وخلي بالك يا دايرة فكمل. يا اما دول. يا دول. او انا اطلق بط يعني بس افتو فهمي حاجة اوكي بص يا جماعة انت ممكن تبقى تعمل على صوابك اسهل امسح الخارقة ده بص سي تاني انت لما يكون عندك اربع اماكن اه سوري عشر اماكن واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر اماكن في دايرة فهتلاقي ان انت دايما عشان الاربع عربيات يبقوا جنب بعض فيبقى انت عندك عشر احتمالات للمكان بتعلق الاربعة خلي بالك يا جماعة الاربعة بياخدوا ايه بياخدوا اربعة لازقين في بعض فانت عندك كم احتمال عشر احتمالات هفهمك اللي انا قصده دلوقتي حالا بص كده تخيل معي الاربعة خدوا الايه خدوا الاربع عماكن دول زيح زيح الموضوع او زيح الاربع عربيات شمال شوية تعالى نميز العربية دي كده بلوم بنفسجي شايف العربية اللي هنا دي العربية دي يا كابتن ممكن تتحط يا اما هنا والتلاتة اللي على شمالها زييها بالزبط يعني على شمالها يعني احنا لو دخلنا العربية البنفسجي دي سوري العربية الصفرة شمال هنا شوية يبقى التلاتة اللي جنبها يدخلوا ايه شمال سنة خلاص فتعالى بقى نشوف كم احتمال ادي واحد ادي اتنين ممكن ندخلها شمال تبقى هنا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني تسعة عشر وهو انا بكتب عربية وانجليزي thoانا عبيت ولا ايه جماعة عشر خلاص انا ا Bagzif يا جماعة على الاختلاط اللغات اللي انا في ده المهم ان انت عندك كده عشر احتمالات لانك اتفضل تزحزح العربية الاولى العربية الاولى والتلاتة اللي على شمالها ليهしょ؟ العربية الاولى بس ليه عشر اماكن يبقى التلاتة اللي علي شمالها مهم بيتحركوا معها يبقى انت عندك عشر احتمالات لحظة؟ يعني كده الاجابة في عشر طرق لحظة انت حضرتك عندك عشر طرق لاماكن الاربع عربيات مش انا بقى ممكن اخد الاربع عربيات دول قاعد ابدل بينهم يعني ليه خلي بس كده دي عربية ودي التانية ودي التالتة ودي الرابعة ليه خلي دي ودي 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 في نفس الاماكن مش ممكن اجيب دي هنا ودي دي هناك واخد دي وحطها انت فاهم حاجة يعني فيه اربع اماكن كده اربع عربيات الاربع عربيات اللي جان ببعض دول ممكن ابدلهم طب لحظة مع الموضوع هنا سهل يا جماعة فيه كم طريقة انت هنا ممكن تختار اي عربية من الاربع هنا تختار التلاتة البقيين هنا تختار اي عربية من الاتنين هنا تختار اي عربية من اللي بقى هيا مفيش غيرها اصلا يعني فاكتوريال فور اسمع بقى الحيطة ريكة يبقى انت لما يكون عندك اللاربع عربيات جنب بعض اسمع لما يكون عندك اللاربع عربيات جنب بعض بيبقى عندك فاكتوريال فور طريقة انك تركي اللاربع جنب بعض وانت اصلا عندك كم طريقة تركي مبيوم اللاربع جنب بعض فاكتوريال فور هتبقى هي دي الاجابة يبقى بص كده فكتوريا الفور ملتبلاي ايه تين بص ان عايز الفتنظر حضرك لحاجة لو انت عندك عايز ترتب تخلق احنا مثلا دلوقتي عشر افراد اوكي احنا كام عشر افراد لو انت عايز تشوف في كام طريقة ممكن نقف بيا احنا العشر افراد دول يعني فرو فبيبقى فكتوريا التين وده القانون اللي احنا استخدمناه في المسألة اللي فاتت عشان انت انا عارف ان فيه ناس مش هتفهمها اوي هي سخيفة شوي انت لما كان عندك اربع احتمالي اربع عربيات لازقين في بعض تخيل الاربع عربيات يا كابتن هيتصوروا جنب بعض معاك عربية واحد عربية اتنين عربية تلاتة عربية اربعة مش ممكن تحط واحد بعدين اتنين بعدين تلاتة بعدين اربعة وممكن تحط واحد بعدين تلاتة بعدين اربعة بعدين اتنين وتوب بقى تبدل كتير فانت كده عندك كام طريق فكتوريال ان هم اربع عربيات عايز تلاتبهم في صف يبقى عندك كام طريقة فكتوريال فور فلاص هتقول لي بس يا مستر هو ما كانش صف هم ما كان سيركل لا هم يعتبروا صف انت واخد اربعة العشرة هم اللي في سيركل فهم حاجة العشرة اماكن لكن الاربع عربيات بتوعك هل ينفع تلف الاربعة كده تكون سيركل من الاربعة بس لا طب لو انت باعي استكونهم في سيركل القانون ده يا جماعة كان في تانية سانوي كان بيبقى فكتوريال ان مينس وان يعني لو رو هتلاقي فكتوريال ايه ان لو سيركل فكتوريال ان مينس وان يعني احنا لو عشر افراد عايزين يشوف في كم طريقة ممكن نتصور فيهم حد يصورنا من فوق واحنا لفين حوالين بعض في دايرة يبقى في كم طريقة واحنا عشر افراد فكتوريال هل دا ليه علاقة بالمسألة اللي فاتت لأ هي الحتة بتاعت الرو ليه علاقة بالفكتوريال فور بس انا كان لازم اعرف ان فيه عشر احتمالات لكل فكتوريال فور